ناصر عباس الخبير التحكيم المتميز للحديث عن طاقم التحكيم المبارات اليوم منورنا يا كابتن ناصر التحية اللي كانت أيمن وتح لكل مشاهدي قناة نادل أهلي في كل مكان إن شاء الله بإذننا أولا نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم النهاردة ان شاء الله كابتن أيمان المبارات نادل Аهلي كلها صعبة كلها هتبقى صعبة حتى على الورق في البداية ممكن تسهل أثناء المباراة ولكن هم نتكلم على المباراة قبل قبل المباراة، لا هي مباراة صعبة تحكمياً. حلو، النسبة بقى للتحكمياً دي، حضرك قلت لي وإحنا في الفاصل، يعني في مفاجآت في التعيينات، فعايز أعرف؟ بالزبط، 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 يعني التعيينات دي، بسكت نايمي، موضوع التعيينات ده مهم جداً 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 جداً، يعني هي أكثر من مفاجآت. مرتبط بايه؟ آه، وهذا النهاردة، هنقوله من خلال التعيين اللي موجودة قدامنا، بس نسبة زي ما هي كده، هنتكلم لكابت الأول على إيه هو المفاجآة، المفاجآة التعيينة، عندنا نهاردة محمود باسوني هو حكم البورة، هو حكم مش دولي، لو رحنا لحكم الفور، هنلاقي محمود ناكي، هو حكم دولي، حكم دولي، طيب، هنعمل بس المقارنة، وحاول لك حنا النهاردة في الأسبوع 21، آه، فيه مشات مؤجلة، ولكن بنتكلم على حكم الدولي كتن الأيمن، يعني هي حكم دولي، ده هو واحد من سبع حكام دوليين في مصر، المفترض النهاردة، الجالة 21، يبقى محمود ناجي على الأقل لعب مباراة للنادي الأهلي حتى صفارة أو حاكم، ده النهاردة محمود ناجي أول مباراة لي لنادي الأهلي، أول مباراة كحكم دولي، محمود ناجي حكم كويس، حتى الآن أنا شايف نجة نظري، لم يعني يأخذ الفرصة كاملة كابتن دولي، النهاردة الحكم الدولي بيرعب كل حاجة، ولكن النهاردة بنقول محمود ناجي ودي كانت مفاجأة، لعب أقل أقل من محمود باسيوني، يعني محمود سيني هو هو مش حكم دولي، الحكم الدولي لعب أقل، يعني حنيجي لمحمود باسيوني، طبعا المسلم دعم المسلم كويس أوي أوي أوي، الجميل والمفاجأ الرجل المقتنع بمحمود باسيوني كانت نأيمن فوق متتخير، جدا جدا، جدا، بمستوى، والأرقام بتاعته بدون كده، يعني محمود سيني لعب ستاشر مباراة، ناجي لعب خمستاشر، محمود سيني لعب سبعة حكم، سبعة فار، لعب كمان اثنين فار، هنا محمود ناجي لعب كم؟ لعب خمستاشر، لعب ستة بس حكم، والتسعة التانيين لعب فار، هرجع لحمود باسيوني بس الأول، هنتكلم عن محمود سيني هو حكم المباراة، زي ما قلت كابتن عندنا محمود سيني وقل شعبان من اسكندرية الاثنين، محمود سيني وقل شعبان، أحمد رجدي من منطقة الوادي الجديد، إبريم محمد من منطقة الجيزة، محمود ناجي حكم فار دولي، ومحمود أبو الرجال طبعا الحكم العالمي فار، هرجع لحمود باسيوني تاني، قدار مباراة صعبة هذا الموسم، راجل باسك فيه تماما تماما، نحن النهارده كابتن أيمان محتاجين نشوف محمود باسيوني ورؤية الراجل وسقطه فيه في هذه المباراة، يعني يدينا النهارده قناعة بسكة الراجل فيه ويعمل لنا مباراة كويسة، ونتبهله طبعا التوفيق لأنه قدار مباراة صعبة جدا جدا. محمود مباراة صعبة جدا جدا لك في هذه المباراة، محمود ناجي يابدن لم يدير أي مبرارة للنادي الأهلي وانا بقول يا جماعة محمود ناجي حكم كويس منفضلكه الدولي لابد ان هو ما كانش يلعب أهلي وزي مالك كابتن أعمل هيلعب ايه حكم الدولي ده هو سابعة من الحكام على سنوة مصر اتمنى ان محمود ناجي ان لجنة تديره مطشاة للنادي الأهلي خاصة ان هو ملعبش ولا مبرارة للنادي الأهلي نهاردة هو كمان نهاردة على تقنية الفقر النقطة التانية يمكن حدك بتتكلمني على الأداء بشكل عام زي ما قلت محمود عبد الرجال ايفار وحكم كبير ومحمود ناجي وعندنا وقل شعبان وأحمد رشدي اتنين حكام مساعدين أول مرة يلعبوا لنادي الأهلي النهاردة زي ما قلت نتمنى التوفيق النهاردة للحكام والعدالة التحكمية نقطة أخيرة أنا كنت بسأل هدراك عليها في الفاصل موضوع التحايل والحكام وطريقة تعملهم على موضوع التحايل ده عشان شفنا حاجات غريبة جدا بتتعمل والحكام بصراحة يعني المعايير مختلفة تمام بالظبط كده أنت كلمت كابتن أيمان في يعني ظاهرة مهمة جدا في الفترة الأخيرة شفنا حالات التحايل وقلت حاجة جميلة جدا المعايير المعايير لكل قرار التحكيم يا كابتن أيمان هو ليه معيار في اتخاذ القرار يعني أي قرار التحكيم بيطعم الحكام هو ليه حاجة اسمها الاعتبارات لو أنا مش هشتغل بالاعتبارات مش هعرف أخذك القرار يعني إيه يا اعتبارات حمنا نتكلم على التحايل خلينا نقتصب التحايل أنت حتى أحيانا بتشوف حكام بتدي انذار للعب للتحايل طيب مفهوم التحايل ايه هو بنقول لحكامنا من فضلك ما تشهرش البطاقة الصفرة للعب بخصوص التحايل إلا إذا هذا اللاعب ما كانش فيه الكحام خالص بينه يعني لاعب رؤى داخل منطقة الجزاء وهو اللي صنع المخالفة وهو اللي صنع بيمس أما إذا كان فيه احتكاك كابتن يعني أنا حداك مهاجم وأنا مدافع وإحنا رايحين للكرة أنت فيه احتكاك أو تلاحم بيني وبينك حصل حصل سكوت مني أنا كمهاجم ما يفعش تجديني البطاقة عشان قاعد مقول الحكام ما كانش التحايل بالنسبة 100% خلي اللاعب يستمر يتواصل دي ظاهرة يعني أنا بحييك وفي الآخر بقول لجنة الحكام لا لابد لجنة الحكام تجيب الحكام وتقعد معها لأن دي بقيت ظاهرة في الفترة الأخيرة نتمنى ما نشوفهاش لندي مشكلة اللاعب عنده إنذار بتدوه إنذار للتحايل وهو إنذار غير مستحق بتعمل مشكلة للفريق زي ما قلت نتمنى إن شاء الله التوفيق لتقم التحكيم ونشوف رؤية بريرة في محمول باسوينو النهاردة حتبقى عاملة إزاي نؤكد بعد المباراة كابتن آيمن وبالتوفيق لي الجميع إن شاء الله بإذن الله شكرا جزينا كابتن ناصر وبالتوفيق للنادي الآي النهاردة بتحيير فوز طيب كابتن ناصر شكرا جزينا كابتن ناصر شكرا جزينا كابتن ناصر